اهتمام كبير بالمنظومة الطبية في السنوات الأخيرة كان فيه دور مهم للمبادرات الرئاسية اللي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت شعار 100 مليون صحة واللي ساعدت في القضاء على العديد من الأمراض خصوصا فارسي ده غير طبعا الاهتمام بمنظومة التأمين الصحي الشامل والإعلان عن انضمام محافظتين جديدتين للمنظومة من بداية السنة المالية الجديدة خلينا نروح مع حضراتكم في قراءة مفصلة أكتر عن هذه المبادرات مع دكتر محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية سبعة خير على حدك يا دكتر كل سنة وحضرتك طيب سبعة خير يا سيد محمد كل سنة وحضراتكم ومصر كلها بخير وحضرتك طيب يا فندم في البداية لو تعرفنا يا فندم وتعرف سيدة المشاهدين عن هذه المبادرات الرئاسية هم نتكلم على فحص مليون وستمائة ستة وتراتين ألف طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي لو نتكلم عن هذه المبادرة تحديدا يا فندم وعن هذا الفحص المبكر حضرتك شكرا طبعا على الاسترافة وهذه المبادرات الحقيقة بتشكل ركن أساسي من الكشف المبكر عن الأمراض ده جزء وجزء تاني علاج تشخيص وعلاج هذه الأمراض إذا كانت موجودة والجزء الثالث هو بتتضمن أيضا القضاء على قوام الانتظار لبعض التدخلات اللحاء الهامة والجراحية في مختلف تخصصات بدون شك طبيا لما نكتشف أي مرض مبكرا بيعني في جسير من الأحيان الشفاء الكامل وفي أحيان أخرى هو السيطرة تماما على هذا المرض هذه حالة مسأل واحد حالة في الوسط تكلمته على التهاب الكابلي سيه واتكلمنا أيضا على السكر مثلا برض السكر برض السكر يفهمني ممكن يبقى أولي يعني يجي فيه سن مبكرا جدا وده بيبقى خلل كبير في غدة البنكرياس اللي بتدي أو بتسيطر على السكر في انتظامه في دم الإنسان في حالات السكر بيجي لها مبكرا وممكن يجي في الأطفال وفي حالات كتير جدا ما بيبقاش حد عارف للآل ولا الطفل إن عنده سكر صحيح وده ممكن يحدث منه بعض التادعيات الجزء الثاني فإن المسلا النقص وجود بعض الخلل في الغدد عند هذا الطفل أو عند الشخص اللي بتفحز وأيضا ما بيكونش فيه مظاهر كلينيكية أو ما فيش شكوى واضحة محددة بتقول إن ممكن يكون فيه هذا الخلل بعض أمناد القلب حاجات كتير قوية حضرتك فهي الحقيقة لما بيحصل إنه إحنا زمان كنا نقول شك أبع العيان إن إحنا بنتأكد إن كل أجهزة الجسم وكل المعايير المعملية بتقول إن كل شيء ماشي طبيعي فالكاشف المبكر بيكتشف حاجات ما كانتش موجودة بيضع خطة التشخيص وعلاج لهذه الحالات جميل ثم متابعة ودي نقطة في منتها الهمية إيه فايدته حضرتك؟ بيقلل العب جدا على المريض شخصيا لأن لما الحالة بتتساب أو لا تعالج أو ما خدتش علاج مبكترا اللي بيحصل بعض التدعيات من هذه الأمراض وبينعكس على الأسرة بيبقى فيه نوع من الاستقرار النفسي لما بيكون المريض في هذه الأسرة سواء كان طفل أو قدير تم السيطرة على الأعراض اللي بيعاني منها وعلاجها والحاجة التالتة بيعود تساديا على الأسرة وعالمجتمع بفوايد كثيرة جدا لأن طبعا لو قارننا التكلفة الشخصية والعلاجية لأي مرض فيه تدعيات أو فترة طويلة بتختلف تماما عن اللي بيبتشف في مراحل مبكرة طب ده عظيم جدا دكتور الكشف المبكر طبعا يعني يمكن نعارض بعد قليل على الكشف المبكر على الأورام وبتنطبق عليها نفس القواعد ونفس الشروط جميل يعني ملايين السيدات مثلا تم فحصهم للتأكد من عدم موجود أي أورام في السج جميل أو أبراه أخرى واكتشفت عدة ألاف من الحالات هما السيدات ما كانوش عارفين أو ما كانوش متوقعين أو ما كانوش عارزين يعرفوا أن فيه أورام في السادي لكن النقطة الهامة جدا إنكتشاف المبكر لهذه الأورام طبعا في مراحل أولى بيعني ولا بإذن الله شفاء تام من هذا المرض وبعدين يا دكتور يعني فيه حالة كده من الوعي الشديد جدا ما بين السيدات في مصر بضرورة الكشف محدودة وبتاخد تكلفة نفسية وجثمانية وعلاجية أكتر بكتير قوي من الاكتشاف المبكر فالحقيقة هي فيها فوائد كثيرة جدا ورفعت المعاناة عن ملايين الناس وطبعا فيه اهتمام كثير جدا بالأطفال ونتج عن كده أن تم اكتشاف بعض الأمراض الوراثية أو الجينية عند هؤلاء الأطفال وبتضع لهم خطة علاج ومعالجة بصورة مستمرة طبعا نروح مع حضرتك لملفة آخر مهم جدا ملفة تأمين الصح الشامل تم الإعلان عن قرب انضمام محافظتين يعني لمنظومة التأمين الصح الشامل هم محافظة السويس وأسوان بعد نجاح التجربة طبعا في أربع محافظات قبل كده أهمية انضمام أسوان والسويس لهذه المنظومة والإجراءات اللي بتتخذ شوفي فندم كان أمل كبير جدا عايز أقولها لكم معلومة الشهر هذا يمكن بعد عدة أيام هيتم الاحتفال في مدينة الإسكندرية ببدء نظام التأمين الصحي القديم من كم سنة بقى من 60 سنة يعني بدأ نظام التأمين الصحي العادي أو القديم اللي مازال مطبق على عدة ملايين من المصريين في مدينة الإسكندرية من 60 سنة ثم طبق بقى على مراحل على فات أخرى وعداد أخرى من المطنيين في مصر النظام التأمين الصحي القديم اللي احنا هنحتفل من جور 60 سنة على بدء في مصر كان بيؤمن على المنتفع بمعنى أن موظف أو عامل في حدة معينة يتم التأمين الصحي عليه لكن لا تشمل الأسرة ولا تشمل حتى لو فين رعاية من بعض الأهل زي والدته أو والده أو أحد من إخواته لكن بتشمل المنتفع فقط وحق الحقيقة نتاك كويسة جدا لكن لفئات معينة من المواطنين الأمل بتاعنا اللي بدأ يتحقق بفعل وأطلق من أربع سنوات أطلق أسادة الرئيس من مدينة برسعيد هو تطبيق ما يسمى أو ما صدر فعلا قانون به اللي هو التأمين الصحي الشامس وعشان يكون تأمين صحي شامس بمعنى الكلمة يعني كل الأسرة كل أفراد الأسرة كل أفراد المجتمع المحافظة اللي بيطبق فيها التأمين الصحي الشامل يطبق على كل أهل هذه المحافظة من كل الفئات أطفال وسيدات ورجال بيعملوا أو لا يعملوا في الدراسة أو خارج الدراسة إلى آخر وده هو أنظام الحقيقة الشامل كلمة شامل كلمة حقيقية صحيح يتولى رعاية الأسرة كاملة وبكل مكوناتها بما تعاني منه أو لا تعاني منه وهو نظام ائتماني تأمين يعني معناها تكافو المجتمعي لعلاج الحالات المرضية أو الكشف المبكر أو التأكد أو تحصينات إلى كل هذه النقاط في كل المواطنين وبدأ تدريجيا لأنك أنت حضرتك الهدف أن يكون ناجح وفيه استمرارية واستدامة طبعا الهدف أن كل المؤسسات الطبية سواء مهما كانت تبعيتها سواء حكومية أو مؤسسية أو خاصة في هذه المحافظة يستفاد منها كاملا في تقليم خدمات التأمين الصحي لكن في نقطة تانية أنت عايزة هذه الخدمات تقدم بفعالية كاملة وبجودة شاملة وبأمان كامل للمواطن عشان كده لما صدر قانون التأمين الصحي صدر مع ثلاث قوانين قانون التأمين الصحي الشامل هي تدعاية الصحية التي ترولى تقديم الألاج وهي تدعاية الاعتماد والجودة والرقابة عشان تقول المؤسسة دي أو العيادة دي أو المكان ده صالح بالمستويات أو المعايير اللي احنا عايزينها اللي فيها جودة عالية بالمواطن صالحة لتقديم هذه الخدمات هذه الجهات التلاتة بتعمل على التوازي هي التأمين الصحي هي هي جمع الاشتراكات وجمع الموارد والصرف على نظام التأمين الصحي هي ترعاية الصحية بتقدم الخدمات في المؤسسات الصحية سواء مهما كان تبعيتها وهيئة الرقابة والجودة بتقول المؤسسة دي صالحة لتقديم هذه الخدمات هي دي المنظومة الكاملة طيب دكتور محمد كده بناخد أستيب وعايزين يعني بمراحل بحيث تضمن أن البنية الأساسية والبنية البشرية المؤسسية والبشرية والمالية في هذا المكان تصلح لهذه الخدمة وفي جدول زمني بحيث إن شاء الله كل محافظات مصر يطبق فيه هذا النظام يبقى كل إنسان في مصر آمن إن شاء الله ومتأكد أن معاه حتى بالرقم القاومي أو بطاقة تأمين الصحي أن يستطيع أن يتلقى الخدمة الطبية اللي هي في ثلاث مستويات حضرتك المستوى الأول اللي هي مستوى الرعاية الصحية الأولية اللي إحنا بنقدمها فيه وحدات الرعاية الصحية الأولية اللي فيها طبيب الأسرة والفريق الطبي الآخر المساعد اللي بيستطيع يعمل ملف طبي لكل فرد من أفراد الأسرة ومطلوب إن الطبيب دايما مسؤول عن خمس تلاف إنسان اللي هم تقريبا في المتوسط نقول ألف أسرة إنه يعمل لهم بتاعات يسجل فيها بيانتهم ويتابع حالتهم ويقدم الرعاية الأولية وهي حزمة من الخدمات يستطيع طبيب الأسرة أن يقدمها لهذه الأسرة سواء أطفال أو سيدات أو رجال ثم لو يحتاج الأمر إلى حالة بيروح للمرحلة الثانية اللي هي الرعاية الطبية السنوية صحيح وهو عدد من وصل أو مستفيدين حتى الآن من هذه المظلة وصل إلى حوالي أربعة مليون وستمائة ألف مواطن لتقديم خدمة طبية طليق بالمصريين بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية صباح الخير على حضرتك